لأسف اليوم كنت نقرأ شروط ترشيح المباراة التعليم التعاقد التي ستنظر اليوم السبت حضاش في جانبير 2021 كنت نقرأ شروط ترشيح المباراة للأمن الله صراحة لكي نقرأ شروط ترشيح المباراة للأمن الوطني حتى الآخرين في التوظيف يكون 20-30 سنة شروط الترشيح شروط الترشيح تفتح المباريات في وجه المترشيحين الموظفين المتوفرين على شروط تالية أن يكونوا حاملين للجنسية المغربية ألا يتجاوز عمرهم 30 سنة عن تاريخ إجراء المظاهرات أن يكونوا مستوفين للشروط القدرة البهدانية لمزاولة المهام المسندة إليه بقى هنا غير أن يتوفروا على قامة لا تقهر الآن وأن يتوفروا عن قدرة بصرية لا تقهر الآن صراحة صدموا ابنان بهذه الشروط الجديدة أين كانوا يتظهروا أنهم يذهبوا مع نزل التعاقد ويدمجوهم في الوظيفة العمومية؟ كانوا يتظهروا شرط قاتل قاتل 30 سنة لم أكن 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 المستوفين لأنهم يضعوا ثلاث سنة إلا أن يضعوا فئة من الشاب هذا ليس مباراة للآمن أو مباراة التي تطلب قوة جسدية قوة جسدية تدعى فوق 30 سنة يحددون السن لا أفهم التعليم في نظري التعليم تشعروا بشكل خمال ومع الناس تشعروا بشكل خوصي تشعروا بشكل خطوط أشعروا بشكل خطوط لا أفهم شيء اعلم هذا الأدو لا حول لا قوة إلا بالله و الشرط كما كانوا شرط العمر 30 سنة كان شرط صادم من الكثير من الناس فلا حول ولا قوة إلا بالله فالشيء الذي سأقوله نطلبهم الله يجب أن يتعوي لي الخير صراحة كان هذا شرط لا علاقة لا علاقة لكي تحدد المباراة في سين 30 بالنسبة للتعليم فهذا كبينة لأنها لا تختار القوانين والوظيفة العمومية التي تحدد سين 45 سنة